أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون عجبا لكم يا أهل الكتاب ألم يكفيكم جدالكم في الله عز وجل والآن ها أنتم تجادلون في رسل الله وتقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام وإسحاق عليه الصلاة والسلام ويعقوب عليه الصلاة والسلام والأسباط عليهم جميعا الصلاة والسلام كانوا على دين اليهود والنصارى وهذا والله كذب وافتراء ولا يقبله العقل ولا المنطق فهؤلاء الأنبياء الكرام جميعا عليهم الصلاة والسلام قد بعثوا وماتوا قبل نزول التوراة والإنجيل قل لهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أأنتم أعلم بدينهم أم الله تعالى؟ هل عندكم من دليل في التوراة والإنجيل على دعواكم؟ أعصرتم هؤلاء الأنبياء؟ كلا أما نحن المسلمون فقد أخبرنا الله عز وجل في القرآن الكريم بأن جميع هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام كانوا حنفاء مسلمين والحقيقة أنكم يا أهل الكتاب تعلمون علم اليقين أن هؤلاء الأنبياء الكرام جميعا ما كانوا هودا ولا نصارى ولكنكم يا أهل الكتاب كتمتم الشهادة ومن أظلم عند الله ممن كتم الشهادة لا أحد أظلم ممن كتم الشهادة بل وقلتم الباطل وافتريتم على الله عز وجل وما الله بغافل عن شيء من أعمالكم بل هو محسن لها ومجازيكم عليها